بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا بنخصص كمان حلقات للكلام عن الوجع اللي بيزعج المجتمع كله اللي من اجله قاعدين نتكلم عن تصحيح كل الاجراءات اللي تتعلق بمسائل الزواج والمسائل اللي تتعلق بكيفية العشرة عشان نسب الطلاق اللي بتزيد دي واحنا بدورنا ما كناش وقفين بنتفرج احنا قعدنا ندرس ونحدد ونحلل ونضع الحلول من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها وبتسبب ارتفاع في نسب الطلاق حاجات كده الناس مش ملتفتين اليها ان هي فعلا بتزود نسب الطلاق منها من هذه الاشياء حاجات بتسري في الحياة الزوجية ما حدش بيبقدريان بيها بس هي في الحقيقة هي من اهم منبئات الطلاق ومن اهم الاسباب اللي بترفع نسب الطلاق النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة من الحاجات دي هنتكلم عن مصطلح بنسميه الامتلاء الزواجي يعني ايه الامتلاء الزواجي؟ يعني ان شريك الحياة كل واحد بقى الزوجة او الزوجة يحس ان هو مش قادر يتعامل مع شريك حياته ولا قادر يشوفه ولا قادر يحس بوجوده ومش قادر يتحمل انتقادات ولا تأصيره وساعات اقول لكم ما بتبقاش الزوجة قادرة تشم ريحته ولا قادرة تشوفه ولا قادرة تسمع صوته لان هي وهو اصبحوا ممتلئين الزوجة بتقول انا حسة ان انا اهملت لدرجة ان انا نسيت ان انا انسة اصلا انا نسيت ان انا انسان حقيقي لي مشاعر واحتياجات ومطالب واحلام في الحياة سبت كل حاجة وبصيت لقيت هويتي ضاعت وبتقول ان هي تنازلت عن حاجات كتير عن احلامها وزوج ما قدرش ده وبقت شايفة ان هي اصبحت مجرد وسيلة وساعات يستخدمه ان هي كأنها اصبحت قطعة اساس عشان بس حياة جوزها تستقر والزوج بيرد عليها ويقول انا حياتي مش مستقر وبحس ان انا مش زوج انا حاسس ان انا زوج الا حتة وبطلب حاجات كتيرة وبحس ان هي مش عايزة تتحقق وبحس ان هي حياتي مش مشي حياتي وقفة وهي بتمنعني كمان من مسئولياتي في البيت ومش حاسس ان انا راجل زي بقيت الرجالة بحس ان انا مربوط في ساقيا بجيب فلوسه بس ولو جبت الفلوس اتعامل كويس ولو ما جبتش الفلوس انا ما بقاش لي مكان في البيت كله يبقى متدايق من وجودي ولو يا سلام بقى لو مرت بضائقة مالية بحس اني ماليش اهمية ولا وجود في البيت اللي بيحصل دلوقتي ان الناس مش بيخبوا مسألة الامتلاء دي واللاحظ ان في كلامهم دلوقتي بيتكلموا وبيعبروا عن هذا الامتلاء الناس اللي حوالينا بقوا بيعبروا عن الامتلاء ده في كل شيء لدرجة حتى ان كلام الامتلاء بن في الاغاني بحور الغدر وخزان الاحزان كل ده بيبين ان الناس وصلت الى حد الامتلاء تو فكرة الامتلاء دي بقت رايجة وعندنا اسباب كتيرة بس اهم مصدر من مصادر الامتلاء هي التراكمات هي التراكمات اللي احنا بنشوف ان التراكم ده بيظهر كأن اللي امتلاء ده ظهر فجأة لا 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 ده التراكمات ماشية في الايام والليالي والساعات والمواقف والكلمات تتراكم لكن احنا لو بصنا للامور من كذا اتجاه مش هنخلي فيه تراكم عندنا في حياتنا فمسلا الكلمة الوحشة اللي قلناها ما ينفعش ان احنا نجيب الكلمة الوحشة ونحطها على البصة الوحشة ونحطها على الموقف ونحطها على النواة اخر في النواة يجيب لحكتي واربط ده كله فيعمل حالة من حالات التوسع والانفجار خلينا اقولكم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا واحنا متعامل مع الامتلاء ده ان لصاحب الحق مقالة سيبوا بعض تكلموا سيبوهم ينفسوا سيب زوجتك تكلمك ليه؟ لان المرأة اكثر تراكمة من الرجل ليه؟ عشان هي عندها دوائر متدخلة ومنظورها بيتوسع والحاجات اللي احنا بنعملها بتتحط على المشاعر اللي هي كتير بتبقى جارفة عند المرأة وإيه اللي حاصل؟ والدوائر دي بتوسع وبتغير منظور المرأة لحياتها اللي هي عايشها لكن منظور الرجل مختلف شوية عن منظور المرأة انه بيفقد البطولة والمرأة بتحس ان ايه فقدت ايه؟ ان هي اميرة ان هي مميزة فبتحس ان هي ولا حاجة هو بيحس ان هو مش قادر يكون هو محل الحماية والرعاية للبيت وعشان كده احنا بننسى ان المرأة بتحل الرجل ان هو يقوم بدور البطولة في حياتها ورجل بيتحل المرأة ان هي تقوم بدور الاميرة في حياته وعدم وجود الدورون ده بينتج عنه تصادم ويبقى كل كلمة مكهربة لما يحصل ان احنا يحصل الامتلاء ده الكلمة البصة الهمسة تبقى متكهربة مظاهر الامتلاء بقى بتظهر كتير بقى بما اننا ذكرنا كهرابة الحاجات دي هتشوف مظاهر الامتلاء كتير منها مثلا مفيش تواطر مفيش تواصر وحبل الودة تقطع ومفيش كلام كمان ضعف التعبير عن المشاعر وما حدش بيطبطب على حد ولا حتى بيحصل تلامس ما بين الزوجين كمان الحاجة التالتة اللي ممكن نلاحظ بيها ان احنا وصلنا لحد الامتلاء عدم معرفة شريك الحالي هويته الشخصية بحس ان هو تاه بحس انهم مش عارفوا مين حاجة رابعة كمان مفيش شيء بيجمعهم مع بعض بيحسوا ان مفيش جامع يعني مش عارفين نقعد مع بعض هنقعد مع بعض بنقول ايه لو قعدنا مع بعض ايه اللي بيننا ممكن نتكلم فيه ايه اللي احنا ممكن نعمله مع بعض كمان مظهر خامس من مظهر التراكم من مظهر كمان الامتلاء التراكم بيؤدي الى ضغوط كل حاجة تحس ان مفيش طاقة مفيش همة والانفعالات قريبة والغضب سريع لانه في الحقيقة الاسباب كتيرة لكن هل هي اسباب حققية لا ممكن نتخانق على ادفع الاسباب وبدون اسباب ليه لان احنا ممتلئين المظهر السادس من مظاهر الامتلاء الصمت والخرص الزواجي اللي بيستخدم كعقوبة بيستخدم كعقوبة على ماذا على ان انت السبب في امتلائي وانت السبب في الحالة اللي انا فيها دي يبقى ايه اللي يحصل ما تستحقش ان انا نكلمك بيجي سؤال بقى هل امتلاء ده حقيقة ولا وه الحقيقة ان الامتلاء ده حقيقي واحنا السبب في الامتلاء ده وبعض الاحيين بيكون الامتلاء امتلاء وهمي لكن الاساس ان الامتلاء ده بيبقى حقيقي امتى بيبقى الامتلاء ده وهم لما يجي واحد مثلا عنده مشاعر من المشاعر الألأ من شيء مش موجود أساسا وده بيعتبر اضطراب عشان كده فيه امتلاء متزن وامتلاء اضطرابي الامتلاء المتزن ده بيكون عن حقيقة حقيقة من التراكمات والأفعال اللي بتحصل ما بيننا وتتراكم بعضها على بعض ولازم نعرف أن أي مشكلة بتنشأ من خلل في تصوري عن ذاتي أنا عايز أقول لكم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تشتيب أي حد من أصحابه يصل إلى درجة الامتلاء وحتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلمنا عن التوبة وأنها يتجب ما قبلها ويعلمنا أن احنا نتخول أحبابنا فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأصحابه يتخول أصحابه يتخول أصحابه يعني إيه؟ من وقت يسألهم ولذلك هذه السنة التي كان يفعلها حضرة النبي عشان ما يحصلش تراكم وشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل الحاجات أول بأول يخلص منها شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مراحز السيدة عائشة إني لا أعلم مات تكون عني راضية ومات تكون عني صاخطة فإيه اللي يحصل؟ فيزيل التراكمات ويزيل عنها الضيق والزعل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفيئ عشان ما يحصلش هو عنده تراكم يا سادة التراكم ده بينحر في القلوب التراكم ده بيخلي الناس تحس إن هي عجزة من غير ما تكون كبيرة في السن ويحس الناس إن هي ما عندهاش همة ما عندهاش رغبة في الحياة التراكم ده يا سادة قادرين نوقفه؟ آه قادرين نوقفه الامتلاء ده قادرين نعمل إجراءات تخليه ما يحصلش؟ آه تعالوا نشوف الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها أول إجراء تعالوا دلوقتي الزجين إحنا ما عندنا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إحنا عندنا كمان ما أنزل الله شدة إلا ولها فرجة وما أنزل مشكلة إلا وأنزل لها حلا من عدة جهات فلذلك لازم إحنا بيننا وبين نفسنا نقول إن الامتلاء ده عندنا لكن فيه مدد من ربنا ولذلك نعمل إيه؟ أول إجراء نقعد ساعة واحدة ساعة ستين دقيقة ما تزيدش عن ستين دقيقة نقعد ساعة واحدة نقعد يقعد فيها الزجين يتكلموا عن التراكمات دي وفي النهاية يعتذروا لبعضهم عن كل اللي حصل منهم ويمتنوا لبعضهم كمان إنهما سنبروا على بعض ساعة واحدة ويخلوها الزوج يأخذ بيهد زوجته كده والزوجة تأخذ بيهد زوجها كده وتقول له تعالى نؤمن ساعة يبقى ديه ساعة إيمان ساعة إيمان ليه؟ لأنها ساعة أمان فلما تبقى ساعة أمان هتبقى ساعة إيمان لأن الإيمان يبنى على الإيمان المؤمن ومن أمينه الناس يبقى أن تأمنها وهي تأمنت لأن الشخص الممتلئ ده بيحس أن الحياة انتهت وممكن بعض الناس لما يمتلئ يحسوا بالامتلاء ده بعضهم بيقدم على أنه إنه حياته وعشان كده تعالوا بينا نؤمن ساعة ساعة نتكلم عن كل التراكمات وما نفتحش التراكمات دي مرة تانية الحاجة التانية كل واحد فينا بقى من شركاء الحياة يقعد مع نفسه خلوة مع النفس يعمل معها مكشفة عشان يعرف ذاته ويضع نفسه جزء من المشكلة يعني هو يضع نفسه جزء من المشكلة عشان يضع نفسه جزء من الحل يبقى هدف الخلوة دي إيه اللي هو يقعد فيها مع نفسه ويمسك ورقة إنه يكتشف ذاته ويعرف قد إيه هو مؤثر في العلاقة الزوجية دي وبالمناسبة إحنا عندنا قواعد في الإرشاد الزواجي ما بنشكش فيها قواعد كده يقينية إيه هي إنه ما فيش مشكلة زوجية إلا وسببها الطرفين بنسب مختلف بنسببها إيه الزوجين الحاجة التالتة أو الإجراء التالت التواصل والكلام مع بعض وإيه ونمتنع عن القطيعة وإيه العناد والعداوة يعني إيه نخلي كل يوم نتكلم مع بعض نص ساعة هيقول لي نتكلم مع بعض إزاي ما إحنا عندنا خرص الزواجي ما قوله ما إحنا خلصنا في الساعة ده التراكم ده عمل التراكم ده عمل زي إيه أوجد مساحة للتواصل ما أنت خلاص التراكم ده زحناها زحناها بطريقة إيه إن الحسنات يذهبنا السيئات رابع حاجة نعبر عن مشاعر أرجوكم أيها الأزواج اتركوا مساحة لزوجاتكم تعبر عن مشاعر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك مساحة للسيدة عائشة تعبر عن مشاعرها وتعبر عن حزنها حتى إن هو كان ترك ده لزوجاته لدرجة أنهم كانوا بيرجعوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اترك مساحة مش عيب ده مش طعن في الرجولة مش طعن في الرجولة إن هي تقولك أنا زعلان أنا حاسة أن أنت مش حميني أنا حاسة أنت مش بتحتويني أنا حاسة أن أنا عم احتاجها اهتمام أكتر ومش عيب إن هو يقول لك أنا أرجوكي أنا في الفترة دي محتاجك أنك تمتنعي عن الانتقاد والشكوى واللوم أنا مش حملة نكت في الفترة دي لازم نقول لبعضي ده عشان ما يحصلش احتواء بديل حدي كل واحد مننا يدور على حد يسمعه أو حد يحتويه الإجراء الخامس نعمل أعمال مشتركة مع بعض الأعمال دي ممكن تكون هوايات زي الإلهية ممكن تكون أشياء خير نعمل الكلام ده مع بعض عشان حياتنا يحصل لها تجديد ويبقى فيه مساحة مشتركة بعد ما كانت فيه جفوة وكان فيه بعض نعمل حاجة بنحبها مع بعض نعمل رياضة نقرأ مع بعض نتعلم مجال جديد في الحياة ندخل دورة مع بعض عشان نثقف نفسنا عشاننا وعشان أولادنا كل دي مجالات ممكن نعملها نصلي كمان ركعتين بالليل قبل ما نام مع بعض بالنسبة للمرأة بقى حفيه إجراء سادس كده بالنسبة للمرأة أنها تستدعي الزكريات السارة بينها وبين زوجها وكمان تشعر زوجها دايما أن هي حاسة بأنه هو حاجة كبيرة ومهمة وما لعنيها إنما بالنسبة للزوج بقى في حاجة ستة بالنسبة له إنه هو يعمل إيه؟ يحتوي زوجته وأهم حاجة في احتواء زوجته التغاضي وطول البال اللي احنا تكلمنا عنه مبارح إنه هو يتغاضي ويطول باله عليها لأنه لو عملش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة إنها تحس إنها محتاجة إنها تحمي نفسها فتراكم وتراكم وتراكم لكي لا تشعر بأنها هي السبب في الحالة التي توجعها التي وصلوا إليها يا رب ألهمنا القوة والهمنا يا رب الرشد والهمنا الهمة لكي نزيل كل امتلاء من حياتنا لكي نجعل قلوبنا خالية لنتلقى أنوار مددك بالمودة والرحمة لتملأ بلودنا بالحب والألفة يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نتلقى أسئلاتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونتلقى كمان عليها مشاركاتكم وكمان تعليقاتكم اللي بنسع بيها لأن احنا دايما نكون من أهل الإحسان وفي هذا المجلس المبارك من مجالس العلم معانا أول سؤال الأستاذة نادية من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزيك يا شيخ نعمل إيه؟ الحمد لله نعم وفاضل الحمد لله بقول لحضرتك سألك سؤال أول حاجة عمل حواجب حرام ولا عمل حواجب حالك من جاوزة؟ أيوة طيب بالنسبة لك جائس أيوة طيب حالك بس هتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت ماذا شيء؟ طيب السؤال التاني وأنا مثلا لو بشتغل في المهنة دي هل فلوتها حلال ولا حرام؟ لو بتعملي الكلام دا للمتزوجات وبتعملي كل الكلام دا وقت أي السيدة عائشة قالت إيه رضي الله عنها قالت إيه ستينة السيدة عائشة ستينة السيدة عائشة قالت لو استطاعت المرأة أن تخرج عينها وتجملها وثم تعيدها لزوجها لا فعلت يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كل المعاني اللي فيها تجميل وتحسين في المظهر ما لم يكن هناك بقى حد يشيل حاجة وحد يضيف حاجة بدل الكلام كله في أن احنا بنضيف أشياء ونحسن أشياء لو المرأة استطعت أن تفعل ما تفعل فده جائز إن شاء الله وقد يكون مستحبا أيضا معنا أم محمد من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله بركاته سيحة حضرتك يا فضل الشيخ نعم وفضل الحمد لله لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة تفضلي عندي أول سؤال أنا شفت رؤية شفت فيها الجنة والنار طيب وبعدين شفتهم يعني شفتهم كاملين كده قدامي النفس النار بتتعذب وشفت الجنة بنعيمها وكل ما تلز فيه الأنف وبعدين السؤال البعد بس ده الحلم الده الأولين السؤال الثاني السؤال الثاني أنا عندي أم جوزي كان بيننا مشاكل وكده فأنا بقالي فترة كبيرة قوي ما مش بأكلمها ولا لي علاقة بيها ولا كده اللي هي حماتك يعني أو طيب السؤالك على ده يا جوز ولا لا أو يا ترى يعني أنا كده لي زم من ناحيتها أو حاجة ها كم أقولك السؤال اللي بعده السؤال الثالث معلش على مهلك خلاص خلاص معلش بقى مش فاكري طيب السؤال خلينا أقولك السؤال السؤال الأولاني اللي هو بتاع رؤية الجنة والنار ولا حاجة ده بيعبر عن أنك أنت حاصلك نوع من أنواع المخاوف من أن الواحد يذهب ولا يعرف هل هو في الجنة ولا في النار ففيه هنا حالة من حالات القلق عندك قلق أنت في بقائك في الحياة وشيء من هذا القبيل فأنت عليك أن أنت تكسري من عمل الصالح وما تتخضيش من هذا الأمر أما مسألة أن أنت شفت الجنة والنار بأحوال أهلها لا ده من خيالك الجنة والنار دي حضرتك مش هتقدر تتصوريها لأن أنت لو تصورتها مش هتقدري إذا رأيت النار مش هتقدر تتعكر عليك حياتك فبما أنك أنت مكلماني دلوقتي وصوتك من نفس نبرة الصوت دوت فلا فإذا هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني بقى لا أنا أنا شايف أن دوت مش صح وأن دوت غير مشروع أن أنت تعملي كده مع حماتك ليه؟ لأن أنت مأمورة بحصن العشرة مع زوجك ودايما أنا بقول لكم كده وأحفظكم أقرب طريق لقلب جوزك أهله وبالذات والدته فأنت ليه بتقطعيها ومتكلمهاش إذا كانت ست حتى مش جاية على هواكي أحسني لها من أجل إحسانك لزوجك واضح الكلام؟ فلابد أن احنا نلتفت إلى ده لا سيبك من الكلام ده وانت بتقولي علي شيء قد يكون عليك شيء أن أنت مغضبة لزوجك فعشان كده لابد أن أنت تتكلمي حماتك لأن دوت من باب حصن عشرة لزوجك معنا السيد أحمد من الأليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نقف احتراماً وإجلالاً لعلم حضراتكم وحضراتكم والعملين على البرنامج الله يرضى عنك وإذا من شاء الله جهداً يجعله الله إن شاء الله في ميزان حسناتكم أنا وأنتم من شاء الله يسير ما حضرتكم أحمد عروج أرض الجنين غير بشبرى الخيمة الله يرضى عنكم شكراً جزيلاً يا دكتور تزوجت طبيبة من أسرة فقيلة جداً يعني تخرجت بالكاد تخرجت في كلية الطب بالكاد طيب وتزوجت من شاب ثري جداً طيب لأقصى دراجات الصراء وبعد أن أنجب طفلين طفل وطفلة ابن وابنة بدأ الصلف وبدأ التشدد وبدأ التحجر المشاعري عند الزوج فين بقى السؤال يا سيد زحم؟ وبدأ يقابلها بدأ يعامل زوجاته وكأنها يعني يعني وبعدين فهل هل يجوز للزوجة أن تطلب الانفصال والطلاق بعد هذا؟ هي بتطلب الانفصال والطلاق ليه؟ لسوق المعاملة يا دكتور طيب أنا أجاوب على حضرتك معاملة سيئة جداً أنا أجاوب على حضرتك أستاذ أحمد بصوا جماعة في مسائل الطلاق لازم نبقى وعيين جداً جداً لأن الكلام أنتو بتتكلم في مسائل الطلاق لازم تفرق ما بين حد جاي استشيرك وحد بيسألك سؤال عام يعني الاستشارة بتبقى مليئة بالتفاصيل على الحالة اللي موجودة قدامك لكن حد بيسألك سؤال عام هل الزوجة لو أن هي ما بقيتش قادرة تتحمل الجواز والجواز ده تهيجيب لها نهار عصبي أو الجواز ده تبقى بيضمر لها حياتها وبيوجعها وبيقلمها هل لها أن تطلب الطلاق لها أن تطلب الطلاق بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن المرأة بالخلع إذا كانت هي كرها العيشة مع زوجها ده بس خلي بالكم كلام ده مش معناه إن لما ييجي حد يستشيرك ويقولك والله أنا اتطلق ولا لا زي الحالة بتاعتنا دي أنا جوابت جواب عام لكن في الحالة بتاعت اللي بيسأل عنها الأستاذ أحمد لا أنا شايف إن الزوجين يروحوا لمتخصص أو يروحوا لمحكم من الأسرتين لكن ما يروحوش يتطلقوا كده على طول لأن ممكن الزوج في الحالة بتاعتنا دي يكون كل الحكاية هو حس إن زوجته مش رغبة فيه أو حتى في بعض الأحيين شاكك فيها بس ما بيقول لهاش أو في بعض الأحيين هو حاسس إن هي ما ببقيتش تحبه وكل اللي حصل إن هي اتجوزته عشان فلوسه ده كله ليه؟ لأن هي ما بتعبرلوش عن حبها لأن هي أصلا كان عندها استعداد إن هي تحس إن هو تعالى عليها بمستوى الاجتماعي بتاع أهله فيه كده حوصة فيه حاجة كده لغبطة ما ينفعش إن إحنا نفصل كده من غير ما نسمع الزوجين ولذلك دولة محتاجين الذهاب إلى خبير عاجل ليه؟ لأن هي ما تنفعش تاخد إجراءه وده اللي أنا بقوله لو كان بي إيدي ما كنتش أخلي الناس تتطلق قبل ما تروح لخبير ليه؟ أسألكم سؤال كم حد تطلق وندم؟ كتير كم حد تطلق وحياته خربت؟ كتير فأنا عايز الناس قبل ما تاخد إجراء الطلق تمر على الإرشاد الزواجي حكاية الإرشاد الزواجي ما بقتش عندنا طرف في المجتمع المصر ده بقت ضرورة إن الناس قبل ما تاخد أي إجراء لابد أن تذهب لأهل الإرشاد الزواجي ليه؟ أنا ما حبش الناس تروح للمأزوم مرتين لا تروح تعدد مش ببقول إن التعدد حرام ولا بحبهم كمان يروحوا يتطلق طبع عشان ما يروحوش ده ليه إيه اللي يحصل؟ نروح للمتخصصين لأن في أوقات كتير أقول لكم من غير زعاني أنا كتير من أحياني الناس اتجوزت وهي ما كانتش عارفة يعني إيه جواز كتير من أوقات الناس اتجوزت ووضت مخالفة لسنة رسول الله من استطاع منكم البقاء تفلت زوج نروح نعرف يعني إيه جواز الأول ومش حقوق وباقي بات بس إيه هي الأدوار الزواجية لكل واحد من الاتنين وإزاي يعملها وهي مغموسة في القيم هي دي القصة وعشان كده لازم نخلي بالنا يا سادة الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بقى مهم جدا للأزواج والزوجات وما يتهونوش به زي ما كنا النهاردة كمان بنتكلم معكم عن الامتلاء الزواجي ونكمل أسئلتكم ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ محمود من المينيا عبدالله فرام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفضل أستاذ محمود عبدالله يا شيخ انا مش اطول عليك انا احكي لك انا احكي لك انا احكي لك انا احكي لك حضرت حضرتك ضروري بعد اذنك طيب عالت احب دي بقى اتفضل انا انا يا فابدن عدت اه اه حوالي خمس سنين اه مع ربنا جدا بالقرآن والسنة والصلاة وبكام الليل وبالأدعية وبكل ما تتخيله من كل ما كل شيخي والحاجة انا كنت بنفزها والتبع تكتب ربنا هوي كلمة كلمة وفي الاخر يا شيخ داك ليه عدم ثقة في الاسلام اتاك صح ده طبيعي اه هقولك طبيعي ليه انا بحاجة بتتنافز بما فيش حاجة بما فيش حاجة صح لدرجة مرة بكذبه يعني انا خلص انا دلوقتي بسبب المرحلة ان انا ان انت كاينك بتكلم باب مزدود محدش ربه يفتح لك فخلص انا بقول لا الكلام ده مش حق الكلام ده مش من عند ربنا احنا كده مش ماشيين الصح طيب درجة انا كمان فكرت وبتديت دلوقتي اسمع حديث في المسيحية في الديانة المسيحية طيب خلينا يعني بحاول كمان ادرب ديانة تانية خلينا اسألك خلينا اسألك بس ما تأهدي بالك بس لان الحالة دي متكررة وانا عايي اسألك سؤال بس انت كنت لما ايه اللي خلاك انت ما كنتش قبل كده قبل خمس سنوات دي انت ما كنتش قبل كده بتهتم بالدين بهذه الدرجة صح انا كنت انسان عائل يا فندم كويس خلينا بس اسألك اسألة بس عشان دي اسألة دي مهمة في هذا السياق انت ايه اللي حصل خلاك تتحول الى هذا الاهتمام حصل فقدت حد انت كنت قريب من حد حد بص يا فندم انفصلت عن حد انا حياتي تقلبت كلها بجميع المقاييس سواء اسرية او سواء مادية او سواء مهنية او سواء عائلية 360 درجة فجأة ايه السبب؟ قلت يمكن حصل كده قلت يمكن حصل كده عشان اقرب لربنا اقتر طب ايه الحدثة اللي خلت الدنيا انقلبت كده؟ كل ده كل ده حصل في وقت واحد فحضرتك بتقول لي نعمل ايه في الحالة اللي انت فيها دي؟ انا يا فندم انا انا خلاص انا اتشككت في دين الاسلام اعمل ايه؟ اقول لحضرتك انا حدثة عالمي طريق هجاوب حضرتك يا سيدة سيد محمود بص يا سيد محمود هو ايه اللي حصل اللي حصل في بعض الاحيين لما الانسان بيحس بواحدة من ثلاث حاجات بيحس بان ذاته بتمتهن وبيحصل له نوع من انواع التكسير وبيحصل له حالة من حالات المهانة بيحاول يعوض المهانة دي او انه انسان بيحس بالفقد بيحس ان هو بقى الواحد فبيحس يملأ بيحتاج ان هو يملأ هذا الفقد او بيحس ان هو في بعض الاحيين انه حصل له رفض حد رفضه حد رفضه يعني ايه؟ قال له كان متقدم لوحدة ورفضته او كان عنده اب وام فنبزوه الحاجات دي بقى بتحرك لدى الانسان حالة من حالات محاولة اثبات ان ذاته مختلفة وان هم هيندموا او ان هو هيملأ الفراغ اللي حصل له دا فبيجرب شرح على الحاجة المفروض يمتلق منها اللي منها الجانب الروحي والجانب النوري المتعلق بالعلم هنا بقى بيقع الخطأ بقى انت لو عايز تعمل الكلام دا عشان معالجة الحالة اللي انت فيها دي لا يصح هذا الا على يد عالم ولا يصح ان انت تعمل الجلام دا الا بمنهج ليه لان انت ممكن تقرأ الاشياء وتتداخل عندك ولذلك احنا عندنا في حاجة اسمها فك التعارضات اشياء ممكن تتعرض في زهنك ولذلك احنا عندنا الاشياء ممكن تتعرض في زهن المجتهد مش في الحقيقة وعشان كده انت وبتقرأ بتقرأ الحاجات كلها على بعضها وبتقراها وانت كمان احنا عندنا على الاقل تمن علوم لازم يتعلمها الانسان الاول خالص قبل ما يتعلم العلم الشرعي يتعلم الفقه ويتعلم العقيدة ويتعلم التزكية لازم يتعلم اصول الفقه ولازم يتعلم لغة ولازم يتعلم اللغة بقى بعلومها النح والصرف والعروض والبلاغة المعاني والبديع كل الكلام دا تلازم تعلمه والبيان لازم كل دا يتعلمه ايه دا قبل ما يروح يتعلم يقرأ كل العلوم دي طبعا ومعها المنطق ومعها مصطلح الحديث ومعها علوم القرآن كل ده يتعلمه كل ده يتعلمه فانت روح ترايح بتقول لي قررت في القرآن وفي السنة وانت بتعلمتش ده كله زي ما واحد بالزبط أرى نص كده قال إن الزناعمة والبلاطمة 51 51 يا ايه ده هو إن الزناعم والبلاطم آه آه فمعرفش يقرأ فإذا المسألة كلها إن أنت العيب مش في اللي قريته العيب في كيف قرأت فالعيب ليس في المقروق ولكن العيبة في القارق أنت كنت لازم تؤهل لكي تقرأ هذه القراءة بتقول لي اعمل ايه تلات حاجات أول حاجة ببساطة خالص تروح لعالم أو لمؤسسة تكلمهم لمدة نص ساعة يسمعوا كل الحاجات اللي أنت بتقول إن هي سببت لك التراب دي وتسمعهم بشكل معتدل وبشكل رشيد الأمر التاني إن أنت تبتدي تاخد جزء من الأذكار والأوراد وتلاوة القرآن بشكل صغير بيتدرج ما تدخلش وتروح تقعد بالليالي وتقعد مع نفسك فنفسك الأمر بالسوء تحدسك لا بشكل معتدل في الأشياء اللي بتجد فيها قلبك تلات حاجة ببساطة خالص إن أنت لازم تعمله تحاول بقدر الإمكان أن تقرأ كتبا تتناسب مع مستواك العلم يبقى التلات حاجات دولة هيقول لك تحصين حد هيرد على كل الأسئلة اللي عندك ذكر يخليك موصول بالله تلات حاجة تتعلم بطريقة رشيدة منهجية ما ما فيهاش أي نوع من أنواع المبالغة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فيبدو أن حضرتك بس ما أغلطش فيه برفق اللي أنا أقولت لك ده وإن بدأ لك سهلا وإن بدأ لك بسيطا لكن إن شاء الله هو فيه الحل معنا الأستاذة مونة من القاهرة معنا سيدة محمد من الشرقية عليه السلام عليكم عليكم السلام عليكم أحتكاته معلش يا فاضلت الشيخ بس تسأل اللي نسيته افتكرته أهله سهلت فضالي معلش يا فتسأل مهم أول معلش ماش لو سمحت أنا عندي أختي عندي أختي هي يعني سمعها قليل وهي يعتبر أنا اللي بروح لها في كل المشاور بتاعتها هي معاها فلوس كتير قوية أنا في البنك وكده طيب وهي بتعرفش تقرأ ولا تكتب ولا بتعرف تتعامل مع البنوك والكلام ده طيب فهي عندها ابن وحيد بس هي بخيلة علي جدا فهل يجوز إن أنا أخد جزء من فلوسها دي مثلا وأصرف على ابنها ده وأجيب له أي حاجة هو محتاجها لا حرام عليك لأن الفلوس دي فلوسها هي بتصرف على بس هي بخيلة علي جدا هي بخيلة علي يعني حرمها من حاجات كتير واحدة واحدة بس عشان خاطر ينفع إنتي حد يجي يروح واخد الفلوس من بيتك يقولك إنتي ما بتصدقيش أنا عشان إنتي عتودي نفسك النار عشان إنتي ما بتصدقيش فياخد فلوسك من وراء ضهرك ويروح يديها للناس الفقرة ما هيجيب لك حسناتها هو لا لا ما ينفع مش الفلوس دي ملكها طبعا اللي إنتي عتعملي إن إنتي تاخد الفلوس منها وتديها لابنها ده اسمه غصب للمال طبع تقوليه طبعا إنتي بقى عملت إيه عملت قياس كده لطيف ما أنا عارف اللي بيحصل عندنا إيه إنتي عملت قياس لطيف إن المرأة يجوز لها إن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف صح كده ده من زوجها بس إنتي من زوجها وكمان إنتي مش ما عندكيش مسئولية إن إنتي تعملي كده لكن علاقة الزوجية ده فيها حق حق النفقة وإنتي ما عندكيش حق بينك وبين أختك عشان تاخدي من مالها فلذلك ده مش من حقك لكن تستطيع إن أنت تعملي تنصحيها وتسميهي على الكلام اللي أنا بقوله ده إياكي أياتها الأم المباركة اللي أنت أختي السيدة أم محمد اللي من الشرقية إياكي أياتها العزيزة أن تضيعي ولدك وإنتي عندك مال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذروا معا لا يتكففون الناس فاتقي الله في ولدك اتقي الله في ولدك عشان يفضل ابنك ده متزن نفسيا هو بدل سرى إليه أن أنت بتفخلي عليه هيبتدي قلبه يتغير من ناحيتك الأوراق دي مش أحب يجب أنه ما تكونش أحب إليك من قلب ابنك واتزان ابنك وعشان كده لازم تتقي الله في ابنك نعم معنا الأستاذ أحمد من برسعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك لنا واحد قاربنا تطلع عنده حوالي 11 سنة نعم التوفيه الله الله يرحمه جاسته عربية نقل ومات نصف تحتين مات بعد ذلك حوالي شهر أنا كنت بصير لا معلاشي هو أصدق نصف التحتاني تشال لا الجاس تشال مات آه يعني بس هو لسه عايش الشخص يقول مات هو أصلا لا مات بعد بعد الحادثة يعني هو بعد الحادثة توفي نعم آه المهم أنا بصلي قيام الليل نعم وبسلم نعم برسطة لقيته وقف قدامي على على باب القوضة نعم وبيبتسم الأول سمعت إيه حد بيقول ناس كتير بتقول لمصطفى نزل مصطفى جيه مصطفى جيه ببص على مصطفى ثلاثة وقف على الباب أيوة الله ويمين الله طيب مش معطارد أنا اه مش معطارد كمل يا فنم المهم أنا آآ آآ بسطة كنت بقول زيكا مصطفى عامل ايه ثلاثة وبيضحك بيكتسم ما بيتكلمش نعم وآ خط بقى وراح مختفي طيب بعد ذلك كم يوم فوجيت بيه زي خيال جيه علي طيب وعدين طيب وعدين طيب كل جسمه مدهون آآ 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 نعم بتاع ده آآ ريحة ليه المسك مسك طيب فين سؤالك بقى يا حجاح ايوه هل أنا كده صح أنا مش عارف ده فيه كمان حاجة أكتر أنا بعد كده بشهر اتليأت وجاي النص تحتاني مغطوع وبوز كده خارج وجه اترامع على سيكري وانا قاعد خلينا سألك انت كنت بتحب أحمد ده بتحب الولد ده طفل زيكير بيجي زورنا عادي بس كنت بحسن إليه يعني بديل وقع طيب بصي حاجة بصي حاجة أحمد آآ اللي عند حضرتك ده ده حاجة كده من المثال حاجة كده بتيجي لحضرتك من عالم غير عالم الحس بتاعنا ده لكن هو السيد السيد هذا الطفل رضي الله عنه ورحمه الله ودلوقتي عصفوه من عصفر الجنة إذا ما كانتش هو بلغ فإن شاء الله وإن شاء الله يكون في خير حال فاللي انت بتشوفه ده ده النفس ممكن تشوفه ويبقى سهل بل إن بعض الأحيين احنا بنلمس حاجات وهي مش موجودة لإني لمسها ده جاي من بطننا من جوانا لكن هي مش موجودة في الخارج فأنت بتقول لي هل أنا صح ولا غلط إحنا عندنا حاجة وحشة قوي عندنا في حياتنا أنت إما تكون صح ويبقى أنت تفتح لتلك طاقة على عالم تاني مختلف إما تكون غلط فتبقى مجنون لا أنت صح ولا أنت غلط اللي حصل ده نفسك الحادثة دي مؤثرة فيها جدا فلذلك وكأنك أنت مش مصدق إن ده توفي أو إنك أنت شايف إن الشخص ده عشان هو طفل وملوش زنب أكيد عيكون موجود وأكيد عيكمل حياته لإن أنت مش متسور إن طفل زي ده حياته تنتهي بهذه الطريق لكن اللي أنت شفته ده ده مش حس لكن جاي من جواك وهو دوت اللي خلاها تمثل لك وجود هذا الولد والدليل على ذلك تغير صورته في المرات اللي جالك فيها إذن فانتهت دي بالك إنت لا حضرتك لما شفت ده ده نوع من أنواع الجنون ده مصح ولا اللي أنت شفته ده حس فتروح تقول للناس مثلاً ولد لو كان اسمه حسين تقول لهم يا حسين ده حسين لسه موجود لا تعمل ده ولا تعمل ده اللي أنت شفته ده ده إحساس باطني عندك هو اللي خلاك تشوف الكلام ده فالمسألة لازم تكون كده ولازم تنضبط يا سادة إحنا لازم نضبط مشاعرنا ده جاي بسبب شعورك الشديد فيما يتعلق بهذه الحادثة لأسباب كتيرة بقى متعلقة بباطنك لكن أنت هتقول لي أنا غلط اللي أنت شفته بالنسبة لك شفته لكن ده حقيقة حس يعني لا ما كانتش حس طيب أنا كده عقلي في حاجة لا عقلك ما فيش حاجة دي مشاعرك والمشاعر دي لابد أن الناس تحترمها لكن في نفس الوقت ما تحولهاش إلى حقيقة تاني مشاعرنا ومشاعر الناس نحترمها بس ما نحولهاش إلى حقيقة عشان ما تلغبطش حياتنا وتفقدنا اتزالنا يا رب احنا النهاردة تكلمنا يا مولانا عن شيء بيوجع بيوت كتير ومعندناش غيرك يا سيدنا ومش نقنا نلتقي إلى حد غيرك إنك تكون عوننا احنا سنسير وسنأخذ بالأسباب بست إجراءات لكن هذه الإجراءات لن تفيدنا إلا بنظرك لن تفيدنا إلا بمددك فاللهم أمدنا بأنوارك وأنوار ودك وأنوار رحمتك وأنوار السكينة وأنوار الطمأنينة حتى نستطيع أن نزهي بهذا الامتلاء ولن نمتلئ إلا بيقين من أنك تنظر إلى بيوتنا بنظر الرحمة والود والمودة يا رب اجعل بيوتنا قبلة للحب وقبلة للمودة وقبلة للصفاء اللهم اذهب عنا التراكم بالتراحم اللهم اذهب عنا التراكم بالتراحم اللهم اذهب عنا التراكم بالتراحم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين